أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ما هي أهم صفات الأنبياء ما هو أهم صفات النبي ما هو أهم صفات الحسين أهم صفات سيد الأنبياء والرسل نقوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله العبودية أهم صفة من صفات الصالحين من عباد الله أن تشعر بأن الله ربك وسيدك وخالقك ورازقك ومحييك ومميتك ومجازيك أن تشعر بحالة الخضوع والخشوع والعبودية أن لا تتكبر على الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى إذا قيل لك أن رأيك هذا يخالف آية من آيات الكتاب لا تقول مالي والكتاب ما دام هناك نص من الكتاب فلا بد أن تقبله بعض المسلمين بعد رسول الله اجتهدوا في مقابل النص هناك آيات في كتاب الله لكنهم خالفوها واعتبروا أن اجتهادهم صحيح الحسين كان عبدا لله خاضعا له خاشعا له انظروا قبل عام من مقتله في عرفات جاء إلى جانب الجبل ورفع يديه بالدعاء وكأنه عبد يطلب من مولاه شيء هذه أهم صفات الحسين وحينما قدم رضيعه فهذه فضيلة أخرى للحسين وللرضيع الرضيع قتل في سبيل الله مظلوما وجائعا وعطشانا والحسين قدم لأن الله أراد منه ذلك رأى أن شجرة الإسلام التي يريد من يأمي قلعها لا يمكن أن تبقى إلا إذا أخذت السيوف منه كل ما أخذ إلا إذا قتل أصحابه وقتل إخوته وقتل أولاده وقتل عبد الله الرضي ثلاثة من الأطفال قتلوا في حضن الحسين في يوم عشراء واحد اسمه عبد الله بن الحسن هذا قتل آخر شيء واثنان قبل ذلك أحدهم اسمه علي الأصغر والثاني عبد الله الرضي قدمهم في سبيل الله قدمهم وهو عبد يرى أن كل ما يملك هو لله هو إنسان عنده العواطف الجياش أكثر من أي شخص يحب أولاده يحب حتى أنه كان يحب زوجته ويقول عمرك إنني لا أحب دارا تكون بها سكينة والرباب لكن قدم في سبيل الله والذين آمنوا أشد حبا لله عبد من عباد الله ما الذي يريده الله منه يعطي وأعطى ثلاثة من الصغار في حياته ولذلك نحن نتبعه ونحاول أن نقتدي به وأن نكون نموذجا ولو مصغرا عنه في مسألة العبودية ونرجو من الله أن يقبل منا طاعتنا وأن يخشرنا مع الحسين ومع عبد الله الرضيع ومع أصحاب الحسين وذرية الحسين يوما نلقاهم وفي درجتهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته